السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أردو المباشر Sixteella روحيد. أحياءكم الله طلاب وطلفات الصف الأول الثانوي 2. قول 2. سنقوم بتخطير الناس. سأبقل بسم الله. المفردة. تخصيصي اصف الأسئلة على تطلع اضافة في كل يوم الناس. سنقوم بمجرد أصرف العمر what do you say to someone who just graduated from college واحد تقوله متخرج من الجامعة او مالكولي ايش نقول له طبعا نقول له congratulations مبروك congratulations man okay number two what do you say to a friend when you forgot his or her graduation انت نسيت حفلة تخرجه او حفلة تخرجها ايش هتقولها هتعتذر او تقول له طبعا عشان تعتذر هتقول له ايش اعتذر الاجابة دي تمام okay number three when someone is on the road كلمة on the road هذه معناها ان هو شاف الطريق او بيسافر اجل الاجابة هتكون ايه traveling for business مش شرط business مسوعة traveling خلاص number four when a phone call is urgent or an urgent كلمة urgent معناها فوري او سريع او شيء حتمي لازم يتعامل دلوقتي اجل الاجابة هتكون very important هي الاجابة الصحيحة شيء مهم جدا number five to import معناها استورد معناها تجيب حاجة من برا البلد تدخلها البلد اجا الاجابة الصحيحة بي اللي هي دي bring something in from another country okay طيب نكمل number six if a computer is out of service لو الكمبيوتر خرج الخدمة عن خربان ايش بنقول عليه وضزت مين او ردت ذات مين طبعا الاجابة على شباب الكمبيوتر من فاشل وعليه broken computer هي خربان اطلان number seven i have blank and the need jumper cables محتاج كبلات عشان اشغل السيارة حقتي ها ويش نقول بعد هيا 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 i have محتاج الكبلات ايوه اوكي دي بطري حقته اربعة المسكين a dead battery dead battery number eight what a problem what problem do i have if water is coming out of my faucet لو موية عملا اتنجط من الصنبور المياه فاوسة يعني البزبوز او الحنفية طبعا البزبوز او الحنفية لما ينجط موية او يسرب موية يقول عليه a dripping faucet as you see dripping faucet طيب number nine steven بيتكلم مع ماكس بيقول له what is this box doing here الصندوق ده ويش بيسو هنا يا ماكس ماكس رده قال له it's me i've never seen it before والله يا اخوي مادري ايش دراني بيتس مي معناه ايش دراني يعني i have no idea انا ما ادري ايابي number ten i have to study لازم اذاكر my parents have been breathing down my neck ابو يا امي والله قاعدين على راسي او هات piercing ده هما ينكي يعني قاعدين على رقبتي كل شوية يقولوا لي ذاكر 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 نجبة نجبين لي اجال الكلمة ايه هي اللي صح constantly checking on me دايما بيفحصوني دايما شغلين وين رايح وين جيت ذاكرت له لا كده number eleven actually i think it's time for me to go out into the world i'm thinking about getting a job and moving in with my brother at his new apartment اه هنا عندهم فامريكا لازم انفصل عن اسرة لان بيكبر شوية ايه بغير روح مع اخو بقى got out into the world معناه انه يكون مستقل بذاته مستقل مستقل الاسم بويا الله يحفظه to start to be independent هادي سيه شفتو كيف هادي سيه الاجابة الصحيح 12 12 i wish we would win the first ايش كنت اعتمدنا نافذنا بالايش الاولى so we would have a lot of money طبعا الجائزة الاولى اجعل اجابة a واضح يا شباب number 13 i would bring lots of box to a ياريتني جبت الكثير من الكتب لل ايش لو كان جاعد في جزيرة مع زغلة فكنت الدرس ده هو الدرس في الكتاب desert island هياخد الكتب مع 14 number 14 i wouldn't want to have a blank with an extraterrestrial يعني ما كنت ابغى اني اقعد على قرب من كائن فضائي موحش او شكل خوف طبعا close encounter نظرة قريبة او جاعدة قريبة منه close يعني قريب مو يجفل if we could take a trip around the world together لو كنا قدرنا ناخد راح لحول العالم we would طبعا الاجابة هنا نستمتع معناها have a ball من المصطلحات الامريكية الجديدة علينا have a ball يعني الكرة في ملعب يعد يعني مرة يستمتع 16 i hope we can while you are studying abroad طبعا انت هتدرس في الخارج ايوه يعني اتبقى نظل على تواصل يظل على تواصل يعني keep in touch keep in touch طيب i wouldn't want to live in a cold country ما كنت ارغب لعيش بلد برده طوال العام طوال العام يعني year around اللي هي c وضعت السلفة اوكي نكمل the space of our drinking waters nearby lake nearby lake يعني جريب من البحيرة يبقى يقولك مصدر مياه الشرب مصدر يعني source one blank of flying is how quickly you can travel احد مزايا الصفر مزايا يعني advantage ازاي تقدر انك تسافر مزايا الطيران انك تسافر بسرعة اخر 21 if you don't study now لو ما تبغى تذكر ذحين يومي طبعا هتندم regret يعني لو ما تبغى تدرس هتندم بعد اوكي نروح للقواعد طبعا جماعة الخير interested هذي or succeeded نجح في و succeeded in نجح في tired متعب متعب من واضحة طبعا are you looking forward تاخد حرف الجر to we had fun at the beach the cold weather هنا الطقس البارد يعني ما هي جملة كاملة هذا مصطلح عجل ناخد كلمة in spite of in spite of كلمة is there لانه غير معدود is there much to do جيسيكا بتكلم مونا وبتقول لها your house looks great بيتك مره شكل وحلو ما عندهم ما شاء الله تبارك الله زينا هذول ما I love the color I love the color شيخ يقولي ما شاء الله البيت هي طيح مونا قالت لها yes we last month دهنا الشهر اللي فات هنا دهنا الفعل موكول عمل والغير هتقول had it painted ما ينفعش نقول it had painted that we had it painted هذا الاجابة الصحيح type 8 oh no your jacket I will turn it to the store يا حسين حسين بيكلم شكله مره مقطع 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 detorn ممزق هذي كلها كلمات في الواحدة الأولى أخذناها number 9 the blomer fixed that كلمة blomer هذي يعني السباك صلح الاش pipe مصورة الاش الخربانة مكسورة the broken التصريف الثالث يدل على صفة the broken pipe 11 when i got home you already أول ما وصلت البيت كنت كنت مشيت بالفعل يبقى هنقوليش you have left have التصريف الثالث يا أخوان مبارعة تام بس ينفع have لا أستاذ وحيد تكفى ما ينفع you had already left لان الهرجة في الماضي لازم هنا ماضي تام اللي هو had زائد 3 اللي هو الماضي التام اللي حصل الأول 13 you have been working all night انت بتشتغل طول الليل أكيد انت تعبان أكيد بنقولها must be the deduction or conclusion قاعدة الاستنتاج في المضارع في الزمن الحاضر must be والتصريف الثالث أو الصفة 14 Larry just ate a whole pizza الوقت لا يريد طافح لحاله بيتزا كاملة he be still hungry استحال ان يكون جعان هذا مفجوع he can't be هذه الإجابة c he can't be 15 i am not sure what time the show start it be at 7 احتمال هو ما هو متأكد it might be it might be it might be ما هو متأكد هذا possibility possibility احتمال when Beth arrived at store it طبعا had هو قد وصل يبقى تقفل بالفعل c had closed 17 if Claire hadn't taken that train she injured in the accident لو ما كانت taken that train ما كانت تركبت القطار she injured in the accident طبعا هنقول ايش if جاي بعدها ماضي تام يبقى عطول wouldn't have been الاجابة would مع have مع التصريف الثالث اللي هي بيه wouldn't have been injured ما كان جرحت في الحادث هذي بيسموها hypothetical شرط افتراضي 18 if i had known that you were going to be there لو كنت عارف انك هتكون هناك if جاي بعدها ماضي تام يبقى would have تصريف الثالث would have come اللي هي c okay number 19 if you had told me برضو if هنا شباب جاي بعدها هاد والتصريف الثالث ادور على would have او could have وتصريف الثالث اجل could have given هي الاجابة الصحيحة اللي هي ايه how tall are you the teacher asked طبعا هنا asked سأله يبقى how tall هتقول ايش i was الاجابة الصحيحة بتحول how tall are you صارت how tall i was كنا خلصنا وهذه قطعة reading وعلى صح وخطأ سهلة اهي حاول انك تقراها اهي القطعة عن احد يعني فعاليات البر والصدقة والاحسان اقرأ القطعة كويس وبعد ما تقراها اهي حاول انك تجاوب عليها الصح والخطأ تقتدريب على الجمل حق الصح والخطأ شافكم على خير والتوفيق يا شباب ولا تنسونا من الدعاء ودعم القناة في امان الله good bye hello my dear students good bye السلام عليكم ورحمة الله